لا يدروا انتاج وفيه 42 مصنع تم غلقهم منهم 22 مصنع في المنطقة الصناعية اه هو 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 تأبعد من السابق المتشار سيديونيز بيكلم عن بعض المشروعات اللي تعصرت وكانت بتضر تحت اشراف المحافظة في موضوعات في توقيتات سابقة وانا بتتفق معاه في حتة ان احنا مطلوب ان احنا نعمل اللجنة ديت ونشوف المشروع اللي حنعرف نطوره ونطور من اداءه ويبدأ يبقى اضافة للمرحلة القادمة حنوكي عليه ونديله قبلة الحياة زي ما بقوله ونديله دفعة انه هو يستمر معنا ونعيد الاسماعيلية المشروع اللي حنلاقيه مفيش منه راجعه يبقى مش مطلوب ان احنا نكمل في موضوع خسران حنونهي لكن انا ما عايز اقول للسادة النسيار ان جزء من المشروعات اللي هو بيشير اليها اللي هي تم اقافها جوه المناطق الصناعية اقافها جاي نتيجة تعصر اصحابها وعدم وفاهم بالتزاماتهم وبالتالي احنا اتخذنا اجراءاتنا القانونية المضادة وانا ما نزعلان لان انا عندي اقبال على المناطق الصناعية دي وعندي رغبة شديدة جدا من بعض المستثمرين انهم يخش يستثمرهم في المناطق الصناعية فمش قلقان على اماكن موجودة في الوضاع الصناعية كنت اتمنى ان انا اقدر اعمل في الفترة القرية مناطق صناعية اخرى وان شاء الله انا بفكر بعمل كده ان انا اعمل منطقة او اتنين تانين لان احنا على وشق ننهي المساحات الموجودة عندنا في المناطق الصناعية انا بطمم بس السلامة المشار المناطق الصناعية بتاعمل بشكل جيد الفترة اللي فاتت بعد ما عملنا ما يسمى بالمجمع الاستثماري اللي هو بيوازي اللي بتقول عليه الحكومة دولوقتي الشباك الواحد انا عندي دولوقتي مجمع الاستثماري موجود جوا المناطق الصناعية فندم المستثمر بيقعد في مكان واحد مبنى واحد بيلاقي كل الجهات الحكومية موجودة معا في نفس المبنى ده حتى هيئة الاستثماري وهيئة التانين الصناعية الجهات اللي مفروض توقع له موجودة بمنفوض الرأي بالاختام بتاعتهم جوا المجمع بحيث ان هذا الموضوع خلى بقى فيه اقبال ورغبة لدى المسلمين المنوعة احنا عندي اقبال غير عادي من المسلمين على الاسماعيلية ومناطق الاسماعيلية جاي منفراغ انه لا يعاني عندي بالعكس احنا بنراحب جدا ومشاجعين للاسماعيل فانا بتطمنوا ان حتى اللي توقف ده حيعمل ان شاء الله طيب برضو موضوع اتكلمنا فيه ولكن هما كلموا عنه بتفاصيل اكتر مشروع اسكان مبارك في مدينة المستعبل واللي المشاهد الكريم قال انه تم تسليمه بعد صورة يناير ولكن من غير مرافق وده ضيع عليهم فرصة انه اللي عاوز يقدم في اي مشروع اسكان تاهي هم شايعرف لانه هو اخذ بالفعل شقة في هذا المشروع وبعضهم خدوا شوق ايجار جديد وبيدفعوا 1500 و2000 جنيه في الشهر شوفتي ليه بقى وانا اول ما بدأت الكلام معاك حبيت اوضح الفرق بين المشروعات المختلفة ومعضا الكلام جيه ايه لان احنا عندنا اللي شغال معانا احنا واللي بدئين به واللي احنا مسؤولين عنه ودوقتي حاليا بنعمله على اسس سليمة جدا وبشروط صحيحة جدا وعلى قواعد تعامل سليمة اللي هو الاجتماعي لكن احنا مش بنتمصل ولو بتنصل من المسئولية احنا عندنا تركة وامور ورسناها مما ثبق فيه تعصرات مشروعات سابقة انا ما حبيتش اعطى المشروع جدا بمشروعه ده خليه يمشي طبقا للدفع اللي واخدها او ده اللي كنت بتكلم فيه من كم يوم انك بتسلم حد حجز النهاردة وواحد حجز من سمين هو ما يستلمس او بياخد حاجة من غير مرافق طب انا اعملي اعطى الاتنين جب بعض وخلي اللي مفروض يستلم على جديد ويعطى الجنب اللي ما استلمشي ولا سلك حد طالما شروطه سلكه ويمشي واقعد بقى بس عاوزين نسلك التاني بارد مش عايزين يخبط في حيطها لا لا انا قلت عدريك احنا لا يمكن نتنصل من مسئولياتنا بس احنا مشينا على المحورين ان احنا ما نعطلش مشروع لان ما بنشغلش بأسلوب التراكم احنا هنشتغل في الاجتماع طبقا للدفع اللي هو اخدها واحنا فعلا بنقر ان احنا عندنا بعض المشروعات اللي تعصرت ويمكن عشان الحديث ما يطولش شرحه هو تعصر هذه المشروعات جاي نتيجة ايه ان المشروعات دي شرعة في بنائها من خلال وزارة الاسكان وفي نص المشروع اقو كلا للمحافظات استكمال المشروع دون توفير الدعم المالي الكافي فبعض المحافظين قدروا يدبروا جزء ويكون فرصة الطموح بتاعتهم اعلى من المتاح بالنسبة لهم ففتحوا في مشروع ضخم يعني عشان يعدد عدد الوحدات السكانية قدامه اسكان مبارك بعشر تلاف وحدة في المحافظة الفرنية هو لا يملك فلوس في محافظته تعمل عشر تلاف وحدة ففتح وبنى بعشر تلاف وحدة فتوقف المشروع عند مستوى معين مثلا وليكن الهيكل الخرصاني بالتوب ووقف على التشطيل لا هو معه فلوسه ولا ساب لنا فلوسه ولا الوزارة الاسكان ردية تقر ان المشروع ده منش من مشروعها اللي في حوزيتها الموضوع ده بالمناسبة لا تختص به محافظة اسمالية لحدها ده مشروع موجود في اكتر من محافظة فالكلام ده متجمع قدام السيد وزير الاسكان وحاليا بيحل هذا الموضوع بما يسمى بمتأخرات المؤولين اللي مقالهم سنين ولهم عندنا مستحقات ولهم عندنا ولين حق عليهم انهم يبدأوا يكملوا هزي العمر ان شاء الله احنا بصدد انهاء هذا الموضوع وبالانهاء الشباب اللي كان مخصصتها ده شواء هتولى ياخد في شواء المخصصتها المشاهدة الكريمة تكلمت على الشغل انه الدولة لازم تضمن حقوق الشباب اللي بيشتغل وانها تشتغل في مكان تكتب عقدة بمتين جنيه وهي بتبع تمنمية جنيه وملهاش حقوق ولذلك انا بقول ويمكن عايز استغل منبر حضرتك المحترب واقول ان انا بنواش الشباب لسماعيلية لا ترتبط بعمل مع الاستثمار او المناطق الصناعية الا من خلالنا احنا فتحين ابوابنا تماما يوميا لانك تيجي تاخد من عندنا جوابات التسكية لان احنا عاملين بورتوكولات مع كل الجهات اللي بتطلب فرص عاون جول اسماعيلية احنا بنعمل الحماية الكافية للشاب بتاعنا يعني الشاب بيعمل ايه؟ يجيلي طيب المحافظة يعني محافظة اسماعيلية هتوفر له شغل؟ لا يا فدل يجيلي عشان اديله الفرصة اللي هو عايزها دي بس اجيبها له من خلالي يعني هو يجيلي عندي حاجة اسمه جهاز تشغيل الشباب بنيديله جواب تسكية للجهة اللي هو عايز اشتغل فيها بيروح نقول له فرصة العمل لساتك اعلمت عنها انا بعيدت لك الشاب ده بالبيانات دي بالجواب ده شغله عندك وانا عندي بيانات الشركة وعندي بيانات الشام طب ما هي الشركة ممكن ما تاخدش الشاب اللي جالكو واخد تستهيه واخد ستكية واخد شاب تاني علشان ما تلتزمش بالفلوس دي ده ملزم يا فندم بني انا عامل مع البروتكول وانا عندي أليات كده اللي ميلتزمش معاي انا مش هلتزم معنا كمان هو اللي مياخدش الشاب بتاعي ولي م multicultural ما طيبش مني ان انا بقى داعم وامرن هو لا يعني انتوا وقفين وورا شبابل اسماعلي تماما وانا بقى بقوم ان هما ما يشتغلوش في المجالات الاستثمر تحديدا ولا يتعاملوا مع الشركات الا من خلالنا يجي يقول لي انا يعارف ان فيه فرصة عمل في المنطقة الصناعية في الشركة الفلانية انا اقول له فعلا الفرصة دي حقية والعائد بتاعها او المرتب بتاعها كذا ودي جوادنا طالما سجل هناك وستلا مش شغل بيسجل عندي هنا بقى بقى طرف تالت لو حصلت بينه وبين الشركة مشكلة هو بيرجعلي بابقى داعم معدد لموقفه مع الشركة اللي موجود فيها وبالتالي انا مؤيد وجهة نظرها تماما وبقول لها وقولي للشباب وساعدونا على ان الشباب ييجوا يفعلوا دور جهاز تشغيل الشباب اللي عندنا في التعامل مع فرص العمل العديدة اللي موجودة انا بندلل على فرص عمل بالمنطقة وعندنا فرص عمل عديدة فعلا الموال ليه ليه كانوا بيقولوا في بطولة كثير هي رغبات هي رغبات وطموح لكن هي لو بشكل نظري قلنا عدد فرص العمل اللي موجود مع رغب العمل الفرق ميبقاش كبير والمناسبة برضو بيبقى موجودة في معوضات كثير في فرص عمل موجودة بس هي القضية معنى في واحد بيبقى له شروط معينة في فرص العمل اللي بيتمنى فهو لسه متحققش في فرص المعروضة موضوع مشكلتنا اشتركوا في القناة